وشو دي معنا؟ أمن بلالو صباح الخير سيد صباحك أمن صباح الخير الكريمة وصباح الخيرات العلاء وصباح الخيرات طبعا لكافة أستاذ المشاهدين والمكان عم بتابعونا في هذا الصباح الجميل حاليا إحنا منتواجهة في بلدة يعبد جنوب محافظة جنين هذه البلدة الصامضة القوية التي سطرت أسمى معاني الإبداع والتميز والنجاح والتفوق رغم كما ذكرتم سابقا وأستفتم الظروف الصعبة والعصيبة التي مرت بها خلال الفترات الماضية بفعل الاحتلال واعتداءاته وانتهاكاته وغطرسته سواء على البلدة وسكانها اليوم جينا لمنزل عائلة الطالبة دالي الشيخ علي اللي حققت أحلامها بالمثابرة والجد والاجتهاد وحصلت على معدل 99.6 بالعشرة بفرعة ريادة والأعمال وطبعا الأولى على مستوى فلسطين مكرر جئنا لنرصد أجواء الفرح التي لازلت مستمرة أجواء استعادة والانبساط منذ اللحظة الأولى من إعلان النتائج يوم الخميس المنصرم حتى هذه اللحظات من قبل دويها محبيها ورفيقات دربها رحب نتحدث بتفاصيل أكثر حول كيف تلقى الطالبة دالي الشيخ علي هذه النتيجة وكيف كانت المشاعر قبل إعلان النتيجة بداية تفضلي هنا يسعد صباحك عبر برنامج فلسطين هذا الصباح بداية من بارك لك هذا التفوق إن شاء الله يا ربي عقبال الشهادات العلية رفعت راس أهلك فلسطين بل أيضا محافظة جنين بأكملها دالي خبرينا عن مشاعرك بعد إعلان النتيجة وكيف لما سمعت النتيجة وإنك أنت الأولى على مستوى فلسطين بفرع رياد والأعمال طبعا كانت فرحة لا توصف لأنه هات تعب 12 سنة يعني من أول ما الواحد يبلش المدرسة بيكون بباله وينتا يخلص وهذا اليوم وقداش بده يجيب فلما طلعت النتيجة منبسطة فرحة لا توصف يعني بعد تعبي كبير وخصوصا الظروف اللي صارت بس الحمد لله يعني ربنا يعني ساعدني وجبت هذا المعدل كتير مبسوطة يعني بسم الله عليك دالي خلينا نتحدث ما قبل إعلان النتائج بفترة السبب اللي خلاكي يعني تسجلي تخصص الرياد والأعمال وما رحت لتخصص تالي يعني هو هذا التخصص مش كتير بروحه عليه هسا أنا يعني رحت إنه عن حب يعني بهذا المجال هو بأغلب وبيكون حل وفهموا هيك شغلات بتتعلق بالأسواق والتجارة فأنا بحب هاي المجال وهاي الأشياء فمشان هيك يعني إنه بس عن محبة يعني أكيد منتمنى لك كل التوفي أنت خططت درست تعبت خلينا نحكي عن المراحل اللي أنت اشتغلت فيها لتحصل على هذا المعدل وهل فعليا كنت متوقع تحصل عليه رغم كل الظروف اللي بتعرفه إنه محافظة جنين بلدة يعبد تحديدا اللي عانت من ويلات الاحتلال صح طبعا أنا كنت متوقع أجيب فوق 99 بس ما توقعت يعني أكون الأولى على الوطن فهي فرحلة توصف كتير كبيرة أكيد بالنسبة لصعوبات اقتحامات الاحتلال المتكرر وخصوصا اللي صار بمخيم جنين والشهاداء الله يرحمهم فهذا الإشي أثر على نفسيتي كتير وأنه خلاني مش مريقز يبدأ شو شو بصير هون وهون فبس الحمد لله بالآخر يعني خلص ظلتنا مصرع على البدية وعلى الانتحانات وأدرس كل شيء وخلص أتوكل عربنا وأعمل اللي علي يعني نعم يعني دالي أنت بتعرفي أنه في طلاب ما حالفهم الحظ هاي السنة أكيد إليك نصائح كتير لإلهم كونك طالبت توجيه وقدمت وحفلت على المعدل اللي أنت كنت متوقعتيه أكتر احكي لنا شو نصيحتك لهؤلاء الطلبة اللي لم يحالفهم بالحظ وأيضا للطلاب المقبلين للعام المقبل على يعني امتحان الثانوية العام طبعا أول إشي بالنسبة للطلب اللي ما حالفهم بالحظ هاي مش نهاية الحياة يعني ما يستسلموا ما يحكيوا أنه خلاص يعني هاي قلصنا وفش ايش يضل نعمله لا يرجع يحاولوا مرة ومرتين ثلاثة ما يستسلموا أبدا لحتى يحققوا لهمية يعني برضهما مش ممكن يكونوا متميزين بمجال تاني غير التعليم يعني مش بس التعليم هو المجال ممكن الواحد يتميز في مجالات تانية مهنية ممكن الواحد يبدأ فيها ويبرز يعني بالنسبة لطلاب السنة الجاي اللي هم طلاب الألفين وستة بدي أنصحهم بالنسبة للوقت إنهم يرتبوا وقتهم كتير منيح والراحة كتير يهتموا بهذا الموضوع لأنه بأثر على تركيزهم يتابعوا بالمدرسة وما يحكوا إنه المدرسة مش مهمة وخلص يعني بالأربعين يوم لأ لأنه هدولا بخلص بأسرع من ما الواحد بتوقع يعني فهو يكون مستعد ومحضر يوم كل إشي نعم يعني ما بعد إعلان النتيجة إحنا شفنا مشاعر التوتر والقلق والصعوبات يعني أصعب كانت لحظة قبل إعلان النتيجة بعد ما تم إعلان النتيجة كيف شعورك اليوم؟ أنه خلص ارتحت يعني طول ما أنا من أول ما عطلت خلص المتحنات بتاريخ 26 بس بفكر بهذا اليوم كل يوم كل يوم يعني خلص بس أجت النتيجة وشفت هذا المعدل خلص ارتحت كأنها منزحة نظهر يعني وخلص يعني الحمد لله ما شاء الله عنك اسم الله عليك دالي خلينا نتحدث ما بعد إعلان النتيجة أكيد أنت كنت مخططة شو حبي تدرسي مثل ما خبرتين هلأ أو لسه قايدة تفكير ممكن تغير التخصص أو لا هس أنا في أكيد يعني أفكار براسة يعني أنا فتت هذا المجال لأني بحبه فبالتالي رح أدرس إشي باختص فيه يعني مثل الإدارة والاقتصاد بإشي بكلية التجارة بشكل عام بس قرار واضح بعدني ما أخذت يعني نعم أخيرا يعني دالي خلينا قبل ما ننتقل لوالدك ونتحدث عن مشاعر الوالد والأم التي كانوا يعني مثابرين معك لحظة بلحظة لمين بتهدي نجاحي؟ طبعا بهدي لسيادة الرئيس محمود عباس بهدي لشهداء مخيم جنين وشهداء كل فلسطين طبعا الله يرحمهم جميعا بهدي لمدرستي ومعلماتي ولأهلي طبعا ولا إله يعني لكل حدا والله مبارك حبيبتي منتمنى لك التوفيق وربني يوفقك إذن أيضا زميلي وزميلتي رح أنتقل إلى والد الطالبة دالي باسم الشيخ علي أيضا ليحدثنا عن المشاعر ما قبل إعلان النتيجة وقديش هو اليوم فخور ببنته دالي بداية عمي ألف ألف مبروكة يعني تفوق بنتك رفعت راسك رفعت راس فلسطين بأكملها نحكي لنا اليوم قديش أنت فخور بدالي وبهذا المعدل اللي عن جد برفع الرأس أول شيء الله يبارك فيك دالي متميز من بداية يعني دخولها المدرسة وكانت دائما تأخذ العلامات العلية يعني من الروضة لغاية المدرسة والابتداء والثانوي وعندها كمان أختها كانت قبل سنتين من قدم توجيه ميخد الأولى على مستوى الوطن فهي كان دافع إلها في عملية التمييز والتواصل يعني كان عندنا توطر لا يوصف لأنه هي مش الغاي بالنسبة إلها النجاح الغاي بالنسبة إلها المعدل يعني النجاح كان مؤكد بالنسبة إلها لكن هي بدأت تبحث عن تمييز في المعدل كنت متوقع نتيجتها متوقع النتيجة بعد الثمانة وتسعين يعني لكن الأولى على مستوى الجنين والوطن يعني هذا اللي فاجأنا بالزيادة وفرحنا كمان بالزيادة عمي كيف استقبلت النتيجة كيف كانت التحضيرات قبل إعلان النتيجة وكان التوتر بالنسبة إنا أنه يعني بدنا معدل عالي معدل بالصورة اللي هي جابته حاسبته نعم 100% فكنت أنا هامل هامل لو جابت معدل أقل يعني رايحة تزعل وتتأثر وتتوتر بالزيادة يعني فحصولها على هذا المعدل يعني رفع ميزان السعادة في الدار إشي لا يوصف نعم خل السعادة كلاتها مليئة نعم عمي أنا بدي أشكرك جزيل الشكر وألف مبارك نجاح وتفوق بنتك وإن شاء الله يا ربي بتشوفها بأعلى المراتب لأنه الوقت عم بداهمنا بدي أحاول أني معكم مشكورين وشكرا إليك دالي مبارك تفوقك وإن شاء الله يعني بتوصل للشغلات اللي بدك إياها يعني زملائي في ختام هذه النافذة المباشرة من هنا من منزل عائلات الطالبة دالي الشيخ علي اللي حصلت فعليا على معدل 99.16 بفرع رياد والأعمال اللي فعليا رفع تارس ليس فقط بلدتي عبادة ولا محافظة جنين إنما فلسطين بأكملها نختمها برسالي أنه يعني الحياة دائما متواصلة والمسيرة مستمرة وإن شاء الله التفوق والنجاح والإبداء حليف كافة أبناء شعبنا رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها كافة أبناء شعبنا في محافظة جنين عودة إليكم زملائي كل الشكر لإلك أمنة وكل التوفيق لدالي وأهلها